الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بسم الله الرحمن الرحيم نتدارس اليوم على بركة الله تعالى الصفحة الثالثة من المصحف الشريف قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إذن انتقل السياق إلى الكلام عن الكافرين وهو في آيتين والكافرون هم أناس مخصوصون أولئك الذين طبع الله تعالى على قلوبهم بحيث لا يخرج من قلوبهم كفر ولا يدخل إليها إيمان بيّن الله تعالى أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وأنه جعل على أبصارهم رشاوة ثم انتقل السياق بعد ذلك إلى الكلام عن المنافقين والكلام عن المنافقين أطول من الكلام عن الكافرين وسنذكر سر ذلك إن شاء الله تعالى قال ومن الناس أي وبعض الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وأخبر أنهم يخادعون الله تعالى بما يظهرونه من إيمان وهم في الحقيقة كافرون وأخبر سبحانه أنهم ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وأن في قلوبهم مرضا فزادهم الله تعالى مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ومن صفاتهم أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يدعون أنهم مصلحون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنوا من كما آمن السفهاء فيرمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعقلاء بأنهم هم السفهاء وهم هم السفهاء كما أعلن المولى سبحانه وتعالى في هذا فقال ألا إنهم هم سفهاء وأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم لأنهم يعملون بوجهين ويتحركون بوجهين أخبر الله تعالى عنهم بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى وأنهم ما ربحوا في تجارتهم وما كانوا مهتدين سنقف ها هنا وننظر نظرات تدبرية ولغوية في هذا السياق أم إذا جاءت في القرآن في مثل هذا السياق فإنها أم المتصلة التي تأتي هكذا بعد التسوية في مثل هذا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم وهناك أم المنقطعة كقوله تعالى أم له البنات ولكم البنون هذه بمعنى بل والهمزة أي بل أله البنات ويسأل بعضهم عن الفرق بين الختم والطبع الطبع ختم ولكنه أقوى من الختم بحيث يصبح كأن القلب قد طبع على ذلك الذي اجتمل عليه وقوله سبحانه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هذا محل وقف لأن الغشاوة على الأبصار والختم على القلوب وعلى السمع لماذا جمع القلوب والأبصار ووحد السمع لأن السمع يقع على القليل والكثير قوله ومن الناس أي وبعض الناس كما ذكرنا إذا صح أن تجعل مكان من بعضا فهي للتبعيض والناس مفردها إنسان والإنسان سمي إنسانا من الأنس وقد جرى في ذلك الخلف كما أشار إلى ذلك بعضهم جرى الخلف في الإنسان هل كان أصله من الأنس أو نسيانه للودائع وصحيح أنه من الأنس وقوله سبحانه وما يشعرون هذا من الشعور وهو علم محسوس كأنما يلامس شعر الجلد وقيل هو إدراك الشيء على وجه دقيق كالشعر وقوله سبحانه الله يستهزئ بهم وكذلك الآيات المشابهة هي من باب المشاكلة فقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله سبحانه ويمدهم في طغيانهم يمدهم أي يمهلهم في ضلالهم وكلمة يعمهون هذه من مفردات القرآن أو من مبتكرات القرآن والعمه هو العمى إلا أنه يكون في البصيرة والعمى يكون في البصر وهذا اللفظ كما ذكرت من مبتكرات القرآن وصلى الله على نبينا محمد وآله